موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في ميزان الأسرى على قناة جندزات الإلكترونية موضوع اليوم هو الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج قانون الأسرى الجزائري قد لا تتحقق الأهداف المرجوة من الزواج ويكون الطلاق بين الزوجين هو الحل الوحيد فالطلاق هو حل لعقدة النكاح وهو صفة حكمية ترفع حلية تمتع الرجل بالزوجة انتعوا ونقصد بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج هو ذلك الطلاق بإرادة الزوج الذي يقع حالا من طرف الزوج بمجرد تلفظه بلث الطلاق مثال يقولها ركي ركيم طلقة وهو أنواع طلاق رجعي بمعنى يستطيع إرجاع الزوجة تاعو دون عقد جديد وطلاق بائن بنوعيه بينونا صغرى بمعنى يكون طلق زوجة تاعو وانتهت عدةها هنا يحتاج لإرجاع الزوجة تاعو عقد جديد بجميع أركانه يعني شهود صدق وجميع الأركان الأخرى لعقد الزواج وطلاق بائن بينونا كبرى كأن تكون الزوجة طلقت ثلاث مرات هنا لا يستطيع إرجاعها إلا بعد أن تنكح يعني تتزوج براجل واحد أخر وهذا كالراجل اللي تتزوجت به يكون يدخل بيها كيف يثبت الطلاق في قانون الأسرة الجزائري؟ يثبت الطلاق في الجزائر بحكم قضائي يعني الواحد بش يقول طلقت لازم عليه استصدر حكم من المحكمة يفيد بذلك هل يمكن للقاضي أن يجبر الزوج على تراجع عن طلبه الرامي إلى الطلاق؟ وهل الطلاق حق للزوج؟ لا يمكن للقاضي إجبار الزوج على التراجع عن طلبه الرامي إلى الطلاق؟ يعني إذا كانت هناك دعوة قضائية ترمي إلى الطلاق من طرف الزوج وتوفرت فيها جميع الشروط القانونية وأسر الزوج على الطلاق لازم على القاضي يحكم بالطلاق فالطلاق بالتالي هو حق للزوج لا يمكن حرمانه منه هل يترتب على الطلاق حقوق أو التزامات للطرفين؟ نعم فقد نص قانون الأسرة الجزائري في المدة تسعى وربعين منه على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد عدة محاولات لصلح بين الزوجين هل يترتب على الطلاق حقوق والتزامات للطرفين؟ أكيد سوف يترتب على هذا الطلاق حقوق للطرفين منها ما هو مالي ومنها ما هو غير مالي هل يمكن للزوجة المرفوع ضدها دعوى طلاق أن تطالب بتعويض مالي عن تلك الدعوة؟ نعم يمكن للزوجة أن تطالب بتعويض عن هذا الطلاق إذا أثبت أن الزوج أساء استعمال حقه في الطلاق بمعنى إذا طلق بلا سببت على الصح يعني طلاق يكون بدون سبب جدي إذا وقع طلاق ما هي حقوق الزوجة المالية عند هذا الطلاق؟ للزوجة الحق فيما يسمى بنفقة العدة وهي مبلغ مالي يحدده القاضي الفاصل في دعوى الطلاق للزوجة الحق في نفقة مالية لها تسمى نفقة الإهمال إذا كانت غادرت مسكن الزوجية أو أن الزوج لم ينفق عليها لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع هذه الدعوى إذا وقع طلاق وكان بين الزوجين أبناء من ينفق عليهم؟ النفقة على الأبناء واجبة على الزوج لذلك إذا أسند الحضانة للأم مع العلم أنها تأتي في المرتبة الأولى في الحضانة عند الطلاق الزوج ملزم أن يدفع نفقة شهرية لحاضنتهم موضوع الطلاق أو موضوع فك الرابطة الزوجية ما زلنا مستمرين فيه ما زل عندنا الطلاق باتفاق الزوجين ما زل عندنا التطليق وما زل عندنا الخلع هنا نصل إلى نهاية موضوعنا اليوم إلى اللقاء في الموضوع أو في الموضع اللاحقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة